دكتور في ناس كتير جدا زي ما حدرت بتتكلم ان كان خاصة عن طريق العمليات او عن طريق الادوية او حتى عن طريق الريجيم او اتباع نظام غزائي معين بيرجعوا تاني في الوزن ايوة طيب ازاي حد عمل دايت وقدر ان هو يخس فعلا ازاي يقدر يحمي نفسه من فكرة الارتداد في الوزن دي لانه بتبقى صدمة قوية ومعظم الوقت بتبقى اقوى بيدعى اكتر من وزنه ايوة صحي كان الكلام حلو جدا والكلام دا انا اسمعته كتير قبل ما نبتدي ازام واحدة جاتلي امبارح لسا بتقولي يا دكتور هاني لسا اول مرة تجيلي يا دكتور هاني انا عايزة اقل في الوزن كويس قوي قلت لها نبتدي بقى نعمل كذا نعمل كذا تلي هو فيه تثبيت قلت لها انت ابتديت الاول عشان مش نبتدي وبعد اني بقى نثبت لكن هيعزة تثبت قبل ما تبتدي لا احنا نبتدي الاول وبعد نقوله احجات التثبيت طب التثبيت ازاي بعد ما اقل في الوزن هو علشان احنا ابتدينا في الوزن صحي بقى احنا غيرنا اسلوب حياتنا يعني فيه شوية حاجات معينة حنبطلها زي السكر ها السكر ده ممنوع خالص يقولك حبادة نلوب عسل لأ برضه ها ما هو العسل اصحي كويس جدا ولا معلقة سكر في اليوم ايه ولا معلقة سكر اه كويس قوي الكلمة دي حكيت لنا ليه معلقتين ده مهم قوي ده ليه معلقتين مفيش حاجة اسمها معلقتين يا من غير سكر يا بسكر الضايت يكون خلي مات الاسبارتان لكن ليك معلقتين في اليوم لأ سيبك بالكلام الفارغ ده مفيش حاجة اسمها ليك معلقتين دي ها ما فيش حاجة اسمها انا باكل عسل مكانة السكر ده حيبقى صحي اه صحي للناس الرفيعة مش للناس اللي عايزة تقل في الوزن فالسلوب الحياة حيتغير ده من نمر واحد من نمر اتنين علشان سبت في الوزن ألعب رياضة حكاية اللي انا خلاص ما انا نزلت هو زي الفل ما انت هترجع تاكل اللي انت بتاكله هترجع تادي العملية مش كان عندك شوية برد وخفه ده شوية ده نظام غزائي صحي للعمر كله نلعب رياضة كأنها جزء من حياتي ناكل صح نبعد عن السكر ونبتدي نقسم الوجبات وحكاية تانية كمان لان انا شفت الكلام ده كتير ليجي قولك ان انا هعمل هبطل اكل بالساعة تمانية ها بالساعة تمانية ما فيش اكل خالص لما تتنطط انا بعمل كده ايه انا بعمل كده ممتاز لا ده بوحش جدا شكرا من سبعة كمان طب ليه ليه بتعزب نفسك مش بعزب نفسي والله انا تعودت على كده يعني تعودت ان انا انا باكل واجبتين بس في اليوم ده اول غالطة وغدا طب ده واضح لغالطة لانك الوجبتين دول هتبتدي تبتدي تاكل ايه في الوجبتين دول كل حاجة ولو حصل انا كنت مش هتنفعش الكلام ده طب نعمل ايه نقسم اليوم كله وناكل على مدار اليوم وناكل صح على مدار اليوم للك لو كلت واجبة واحدة يقولك انا ما باكلش طول اليوم واكل واجبة بقى اللي هي في الغداء هي الصحة بيحصل اه اه لا بيبقى كده انت ما عمتش حاجة انت واقفت الحرق اكتر انا حسك تاكل على مدار اليوم واجبات صحية تشرب المية وتلعب رياضة هتلاقي نفسك بتقل اسرع وتبقى صحي علشان لو حصل انك انت كلت هتلاقي نفسك بتزيد اكتر فبدل ما نعمل كده بلايش حكاية النظام المتقطع لانه بيقلل الكتلة عضلية فلما بيقل الكتلة عضلية ممكن تقل في الوزن اقل انك ما بتاكلش زي الصيام بس اللي بيحصل ايه انك بتزيد دهون وبتقل عضل فبتبقى جسمك مرهرة يجي يقولك انا خسيت لا بس انت جسمك مرهرة لا انت ما ينفعش كده يا تكل صح يا ما ناكلش خالص ولازم الاسرة تساعد في الموضوع ده يعني لو فيه واحد بيعمل ضايت الاسرة كلها تعمل نظام غذائي مش لانه صعب جدا ان يكون مثلا ربة المنزل هي بتعمل اكل فبتعمل اكل كل الناس اكل عادي جدا وليجي على واحد مطلوب منه انه اعمل ضايت هي تعمل نظام غذائي مهيات بل كل سهب هي لما تيجي تشوف نفسها النفسها زيادة في الوزن والاولاد زيادة في الوزن تقولك الولاد تخين جدا طب انت عاملة ايه قلتلي لا انا مش مهم انا خلاص اتجوزت وخلت لا يا ستي ما ممكن يتجوز عليك على فكرة اعمل لي نظام انت غذائي عشان تقل في الوزن عشان ما ترجعيش تاني لصحتك لان ممكن تحصل الحكاية دي والموضوع منتشر في الكلام دا لكن علشان ما يحصلش الحكاية دي ويبقى الاسرة كلها مرتربطة نعمل نظام غذائي للأسرة والأب كمان يعمل نظام غذائي نشجع يعني تشجع بعض اكتر ايوه ده مهم جدا وما يبقاش واحد مثلا زيادة في الوزن وطفل تاني عنده الا في الوزن يقولك لا ده يأكل لو عايزه والتاني لا بيأكله يأكل صح احنا بنقوله بيأكله بيأكله وما نقارنش الأطفال ببعضيها مرشي بص البنت عمك المقارنة هي دي اللي غلط احنا لازم يبقى نقارن الشخص بنفسه ونشجعه ان هو يقوله بص كان بقى بداية ازاي وبقيت ايه دلوقتي ولو لعب رياضة صحية وتبقى في ارتباط والكلام مع الأطفال والكلام مع الأسرة كلها نقولهم ايه هو الأكل الصحي ان نتعلم يعني أكل الصحي وما ينفعش أبدا نبقى الكيكات هي اللي بتتعمل او عايزين نعمل حلويات بلاش تاخدها من بره نتعلم نعمل حلويات صحية في البيت واكلات الأكل كتير وبقدر معقول بره وكمكمكم quantitative ترجمة نانسي قنقر ف المنشف